الكوندشين داخل لغة السي شارب او الاف كوندشين طيب ايش كيف انه تكتب الاف كوندشين هي مجابهة جدا للغات الاخرى تكتب اف وبعد ذلك القوسين هذه القوسين تضع داخلها الشرط وبعد ذلك تفتح البلوك الخاص في هذا الشرط الان جميع كود تكتبه داخل هذا البلوك هو يتنفذ على اساس تحقق هذا الشرط اللي موجود داخل القوسين فمثلا عندك الواحد اكبر مثلا الواحد اكبر من الصفر وهذه عبارة صحيحة فالان ننفذ كود هو عبارة عن console.write line بالنسبة نقول له هنا اوكي يعني هنا نتنفذ عندنا الشرط ونوقف العملية من خلال console.write line الان لاحظ انه احنا هذا الكود اللي هو داخل البلوك هو يتحقق فقط اذا كان هذا الشرط متحقق فلما تعمل عليه start فطبيعيا راح يطبع لك اوكي باحتبار انهم الواحد اكبر من الصفر ولكن لو جعلنا العبارة خاطئة اقل من الصفر وهذه عبارة خاطئة فيش راح تتوقع تتوقع من عدة انه ما يطبع لك اي شيء ايذو معنى انه تجاوز هذا البلوك قرأ الف تحقق من الشرط وبعد ذلك تجاوز هذا البلوك هذه هي الف الشرطية الاولى ترجمة نانسي قنقر